سوف يقوم الرئيس السيسي بمبادرة إنسانية من خلال إصدار عفو عام عن بعض السجناء الشباب الغير المحكمين بجرائم خطيرة وذلك من أجل إعطائهم فرطة ثانية لتغيير اسلوب حياتهم نحو الأفضل بعيدا عن قطبين السجون بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي تأكيدا على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل أبنائها توسعة لصلاحيات اللجنة وإعادة دمج المفرق عنهم مرة أخرى بشكل طبيعي في المجتمع حيث وجه الرئيس السيسي بدمج المفرق عنهم مجتمعيا وذلك بعودة المفصولين إلى عملهم وعودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم الساحة المصرية ظهور اسم السيد جمال مبارك بشكل مفاجئ إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب وفي إطلالة مفاجئة ظهر جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل حسن مبارك متحدثا عن ما وصفه بالانتصار في المعركة الأخيرة لوالده ونهاية الملاحقات القضائية لعائلته بعدما واجهت اتهامات بالفساد أثبت إحداها القضاء المصري بحكم نهائي للأسف الشديد ما زلت أرى وقوع المزيد من أفجيرات والعمليات التي ستطال بعد مراكز الأمن المصري بحسب بيان المتحدث الرسمي للجيش فقد أحبط هجوم ووصف بالإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس الهجوم أسفر بحسب بيان الجيش المصري عن مقتل ضابط وعشرة مجندين وإصابة خمسة آخرين وذلك عقب اشتباكات